اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه دي المحاضرة الخامسة لديبلوميادات العمال. اه مدد الفكر ادار المعاصر. عن التكلم النهاردة عن التخطيط والرقابة. اه 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 اه. ايه هو التخطيط? اه الاهداف العامة للتخطيط والرقابة. كيف هو خط المديرين? ما هي انواع الخطط التي استخدمها المديرين? ما هي اساليب ادوات التخطيط المفيدة? ما هي عملية الرقابة? ما هي نظم الرقابة المستحدثة المستخدمة في المنظمات? ايه هو التخطيط? التخطيط هو عملية وضع الاداف وتحديد كيفية تحفظها. ببساطة شجية جدا. مختلف التخطيط من اعلى الاسفل من اسفل الى اعلى من الداخل للخارج نقاط قوة القضعة من الخارج للداخل الفرص والتأجدات. زي ما شفنا قبل كده في التنظيم ايه علاقة التخطيط بالوظائف الادارية الاخرى? زي ما قلنا تخطيط الوضع الانتجاه القرار الى اين تريد ان تسب القرار عن افضل طريق الوصول اليه? هلقت بالرقابة التأكب من نتائج قياس الاداة اتخاذ اجراءات الصحية? هلقت بالقيادة لحشد الجهود وتشجاحها? هلقت بالتنظيم وضع الهاكل? كيف يخطط المديرين? التخطيط عملية وضع الاداف وكيفية تحقيقها بالشكل الافضل? الاهداف التعرف على نتائج المحددة او نتائج المرجوة التي ننوي تحقيقها الخطة صياغة خطوات العمل التي سيتم اتباعها لتحقيق الاهداف. يجب التفريق بين المصطلحات المختلفة. كيف هي خط المديرين? خطوات عملية تحديد? اه عملية التخطيط. حدد اهدافك. حدد اي نطاقة بالنسبة الاهداف. تطوير القصص بالنظر الى ظروف آآ ظروف المستقبل. الافتراضات هي مصدر للضعف من حيث عدم التأكل. حلل واختار بين بداء الاعمال. نفذ الخطة وقيم النتائج. الشكل ده بيوضح كيف تساعد المشاركة في بناء الالتزام نحو التخطيط. بناء الالتزام نحو التخطيط. السماح للاخرين بالمشاركة في جميع خطوات عملية التخطيط عن طريق. حدد اهداف التخطيط. حدد اين تقف الاشتراع بالنسبة الاهداف. تطوير الاصص بالنظر لظروف المستقبل. حدد بداء الاعمال ووضع الخطط. نفذ الخطط وقيم النتائج. فوقت تخطيط تحسين التركيز والمرونة. تحسين التوجهات نحو التنفيذ. تحسين التنصيق والتنظيم. تحسين ادارة الوقت. تحسين الرقام. الخطة القصيرة وخطة طويلة المدى. خطة قصيرة المدى عام اوقع. الخطة المتوسطة المدى من عام الى عامين. خطة طويلة المدى سلاسة اعوام اكثر. تتفاوت الناس في قدرتها على التعامل الفعالية مع عام الوقت. تركز المستويات الادارية الاعلى على المستقبل. الخطة الاستراتيجية والتنفيذية الخطة الاستراتيجية تحدد الحاجات طويلة المدى. وتضع اتجاهات شاملة للعاملين من المنظمة او بوحدة ما فيها. الخطة التنفيذية او التكتيكية تحدد ما الحاجات التي يجب ان تحقل في مجالات معينة من اجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق الاداف الاستراتيجية. زي على سبيل المسال خطة الانتاج الخطة المالية خطة المرافق خطة تسويقية خطة الموارد البشرية. السياسات والاجراءات الخطة الدائمة الخطة الدائمة. السياسات والاجراءات المصممة من اجل الاستخدام المتكرر السياسة. الدليل الكبير لصنع القرات واتخاذ الاجراءات في ظروف محددة. القواعد والاجراءات الخطة اللي تصبح بالضبط ما الاجراءات والافعال التي يجب اتخذها في ظروف محددة. ايه الميزانيات وجداول المشروع خاطة تستخدم لمرحلة واحدة? تستخدم المرة واحدة فقط لمقابلة تحج Alliance في الوقت المناسب. الميزانيات خطة تستخدم المرة واحدة ولا تخصص موارد الانشطة المشاريع او البرامج. الميزانيات السابطة المرنة الصفرية اللي هي زيرو بيز آآ. لدول المشروع خطة تستخدم الاول مرة والتي تحد الانشطة المطلوبة لتحقيق المشروع الرئيسي محدد. وضع افتراضات عما سيحدث في المستقبل. التنبؤ هو عبارة عن رؤية المستقبل. في التنبؤ الكيفي والتنبؤ الكمي. جميع التنبؤات تحتمل على احكام البشر. تخطيط لحوالي طوارق تحديد بدائل العمال التي يمكن اللجوء اليها. في حالة وحين تزمت الخطط الاصلية عدم ملائمتها. التعرف المبكر على التحولات اللي قد تحدث في الاحداث المستقبلية. التفكير المستقبلي. استخدام طريق محام الشيطان اللي هو اه ماتود. وضع سيناريو الحالة اللي هو الورس كيس سيناريو. ها التخطيط يقارف احيانا بتحليل ماذا لو او المحاكاة. نستخدم نسخة طويلة المدى من التخطيط لحالات طوارق. تحديد السيناريوات البديلة للمستقبل. توضع الخطط لكل السيناريو من سيناريوات المستقبل. تزيب من مرونة المنظمة واستعدادها لصدمات المستقبل. رئاس المقارن او المرقارنة المرجعية. استخدام المقارنات الخارجية لعمل تقييم افضل للاداء الحالي. التعرف على العمال الممكنة المستقبل. تضمين الافكار الجيدة في المنظمة المقارنة بالزيب الاخرين او. استخدام طاقب من المخطيين. قيادة وتنسيق وظيفة التخطيط. تتضمن المستوياء المسؤوليات. مساعدة المديرين التنفيذين في اعداد الخطط. وضع الخطط الخاصة. تجميع وحفز معلومات التخطيط. المساعدة في خطة الانتصال. رصد التقدم المحقف في الخطط. واقتراح التغيرات. المشارقة والتضمين. يتطلب التخطيط القائم على المشارقة ان تشمل عملية تخطيط الافراد الذين سوف يتعثروا بالخطط او سيساعدوا في تنفيذها. فوقت المشارقة والتضمين تعزيز الابتقار في التخطيط. زيادة المعلومات المتاحة. تعزيز الفهم والقبول والالتزام بالخطة النهائية. رقابة ننتقل الان بعد ما خلصنا التخطيط ننتقل الى العملية الرقابية. الرقابة هي عملية قياس الاداء واتخاذ الاجراءات لضمان نتائج المرجوة. لعملية الرقابة دور ايجابي وضروري. ضروري في عملية الادارة التأكد من فعل الاشياء الصحيحة بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح. رقابة مجموعة من الخطوات هي خطوات اربعة. الخطوة الاولى وضع الاهداف والمعيير. الخطوة التانية قياس الاداء الفعلي. الخطوة التالتة مقارنة النتائج بالاهداف والمعيير. الخطوة الرابعة اتخاذ قرارات تصحية عند الحاجة. الشكل الآتي بعملية الرقابة وعلاقتها بالخطوات الاربعة. الخطوة الاولى اللي هي وضع اداف وعيير الاداء. الخطوة التانية قياس الاداء الفعلي. الخطوة التالتة مقارنة قياس الفعلي والاداء في المعيير. الخطوة ربع اتخاذ الاجراءات الضرورية. قطوة الاولى وضع الاهداف والمعيير معيير المخرجات. قياس نتائج الادائج من حيث الكمية الجودة التكلفة او الوقت. معيير مدخلات قياس الجهد من حيث كمية العمل التي استهلكت في اداء المهمة. قياس الاداء الفائلي. الهدف هو ضد قياس النتائج الفائلية على معيير المدخلات والمخرجات. الرقابة الفعالة تطلب القياس. قطوة الثالثة مقارنة النتائج بالاهداف والمعيير معادلة الرقابة تعقس الحاجة لاتخاذ اجراءات الفرق بين الاداء المرجو والاداء الفائلي. القطوة الثالثة مقارنة نتائج بالاهداف والمعيير طرق مقارنة الاداء المرجو والاداء الفائلي المقارنة التاريخية المقارنة النسبية المقارنة الهندسية المقارنة المرجعية باستخدام مختلف طرق المقارنة. الخطور الرابعة والاخيرة اتخاذ اجراءات الصحية اتخاذ اجراءات حيث حين يطبح وجود تبايد بين الاداء الفعلي والمرغوب الادارة بالاستثناء اعطاء اولوية الاهتمام من المواقف التي تظهر حاجة قصوى لاتخاذ اجراءات انواع الاستثناءة المواقف المشكلات بمواقف الفرص. رقابة تغذية المستقبلية اللي هي الفرو اتفيد فورورد كنترول تتواجد قبل بداية نشاط العمل للتأكب من وضوح الاهداف وضع التوجهات السليمة هالموارد صحيحة متاحة التركيز على جودة الموارد. الرقابة المتزامنة التركيز على ما يحدث اثناء العمل رصد العمليات الجارية للتأكب من انها تؤدي وفقا للقدة يمكن ان تقلل الفاقد من المنتجات والخدمات تمت الصنع غير المقبولة. رقابة تغذية المرتدة او التغذية العكسية تواجب بعد انتهاء العمل التركيز على جودة النتائج النهائية تمد بمعالمات مفيدة لتحسين العمليات في المستقبل. الشكل الاتي بيعبر عن رقابة التغذية المستقبلية المتزامنة التغذية المرتدة في عملية الادارة. متخلات العمل رقابة التغذية المستقبلية التأكب من وضع التوجهات الصحيحة وتوافر الموارد اللازمة. اثناء العمل الرقابة المتزامنة التأكب من تأكب من تغذية الشهاء الصحيحة كجزء من تضافق العمليات. مخرجات العمل التأكب من نتائج النهائية متوافقة مع المعيير المرجوع. عملية الرقابة الداخلية والخارجية الرقابة الداخلية تتيح للافراد والجماعات. زو الدافع ممارسة الانضباط الذاتي لتحقيق التوقعات الوظيفية. الرقابة الخارجية تحدث من خلال الاشراف الشخصي واستخدام النظم الادارية الرسمية. المزايا والتعويضات ينتج عن الاساس ينتج عن الاساس الجداب والمتنافس للتعويضات جذب الاحتفاظ بقوعة عاملة مؤهلة الاحتفاظ بعمالة قادرة على ممارسة الرقابة الذاتية. ينتج عن الاساس غير الجزاب وغير المتنافس. جذب قوة عاملة غير مؤهلة. احتياج اكبر للرقابة الخارجية. جذب الموظفين المعيليين القادرين على مؤسس الرقابة الذاتية والاحتفاظ بهم قد يساعد او يعاق بالاتية. حوافظ نظام الجدارة حوافظ الاجر على اساس الاداء المزايا الاضافية. انضباط المنظف الانضباط والتأثير على السلوك من خلال التوبيخ والتعنيف. يربط انضباط التدريج اجراءات التوبيخ بشدة. ومدة اقرار الموظف لمخالفاته. تكون فعالة اجراءات توبيخ فورية. متوديها مباشرة نحو العمال والاجسة الشخصية. تطبق على الدوام. تكون مفيدة. تحاب حالا من الدعم. تدعم قواعد واقع. الجوانب المالية الهمة في الاداية التنظيمي. السيولة. القدرة على توليد النقدية لدفع الفواتير. الفعالية المالية. القدرة على كسب المزيد من العوائد اكثر من تكلفة الدين. ادارة الاصول. القدرة على استخدام الموارد الفعالية. والعمل عند الحد الادنى من التكلفة الربحية. القدرة على كسب ارادات اكثر من التكاليف. رقابة المشتريات اداءة الانتاجية. انتجاية رقابة المشتريات. رفع القدرة الشرائية. الاتزام نحو عدد صغير من المواردين. العمل معا في شراكة بين الموردين والمشترين. الرقابة على المخزونة الهدف هو التأكم ان المخزون هو عنده مجرد الحجم الصحيح لتلبية احتياجات الاداة وبالتالي تقليد تقليفة عن طريق الرقابة على المخزون كمية طلب الاقتصادية اللي يبنون عليها لدولة الوقت المناسب تغماما لها جس انتاين اسكادلين. رقابة الاحصائية على الجدوى تشمل مراقبة الجودة فحص العمليات المواد المنتجات والخدمات للتأكد من انها تلبي المعايير العالية تتضمن الرقابة الاحصائية على الجودة اغزى عينات من العمل كياس الجودة في العينات تحديد قبول النتائج. كيفين مراقبة الجودة? عمليات الجودة انشطة وعمليات منتجات وخدمات افراد ومواد. نظم الرقابة المستخدمة في المنظومات هي الابارة بالاداة العملية المنظمة الزيرات المنتظمة. يضع المشرف قائد الفريق معنى اهداف اداء العمل. يرجع المشرف قائد الفريق والعامل. النتائج نحن. دي اللي هي منها المانجج بواي اوبجيت. الضارة بالاهداف في شكل ادي بيوضح الاضارة وهي اطار متكامل للتخطيط والرقابة. المشرف والعامل. التخطيط المشترك. وضع الاهداف ووضع المعيير اختيار العمال. العمل الفردي. اداء المهام. العامل. تقديم الدعم من المشرف. الرقابة المشتركة مراجعة النتائج مناقش التأثيرات اعادة دورة او الادارة بالاهداف. تتضمن الادارة بالاهداف اتفاق رسمي يحدد اهداف اداء العمل لفضلة معينة. الخطة التي سيتم عن طريقة تحقيق الاهداف. معايير قياس النتائج. اجراءات مراجعة النتائج. الادارة بالاهداف التحسين التنمية الشخصية. الصيانة. معايير فعالية اداء. اهداء. اهداف الاداء محدد. محدد الوقت المتحدي. قابل للقياس. وكده يبقى انتهينا من الشابطة الخاص بالرقابة والاختار التي يجب تجنوها في استخدام الادارة بالاهداف. ربط الادارة بالاهداف بالدفع بالاجر. تركيز الاهتمام بصورة اكثر من اللي لازم على اهداف يسهل قياسها كمان. الافراط في الاعمال الوراقية وجود مديرين يملون على موظفيهم اهداف. مزايا للضرب الاهداف. التركيز على جهود في مجالات الدعم الهامة. المساهمة في بناء الهلاقات. منح العامل الفرصة المشاركة في صنع قرار بصورات. ترجمة نانسي قنقر